على الرغم من أن مدغشقر ذات مناخ استوائي إلا أنه طول الأمطار فيها متفاود ففي الساحل الشرقي توجد غابة مطيرة وفي الجنوب الغربي السافانا الجافة وبينهما حقول الأرز إلى جانب القهوة والفانيليا أبيلين رازا نمامي مزارعة أرمالة عمرها 71 عاما رغم تقدمها في السن إلا أنها ما زالت قادرة على إعالة نفسها بفضل استغلالها لحقلها الصغير قبل بضع سنوات قامت بتغيير أسلوب زراعتها لتبدأ باستخدام طريقة تكثيف الأرز مساحة حقل الأرز حوالي نصف هكتار أعلم أنها ليست مساحة كبيرة لكن المحصول زاد منذ أن بدأت باستخدام تكثيف الأرز صار بإمكاني إنتاج محصول يساوي ما ينتجه مزارعون يملكون هكتارا أو اثنين نظام تكثيف الأرز هو اختراع مدغش قريه طوره هنا في الثمانينات المهندس الزراعي الفرنسي هنري دو لولاني يقوم هذا النظام على مبدأ الأقل هو الأكثر حيث يقوم المزارعون بزراعة عشر الكمية المعتادة وبخلاف المعتاد لا يتم زراعة الشتلات كحزمة وإنما بشكل منفرد وبدلا من غمر حقل الأرز بالمياه يكفي أن تكون الأرض مبللة كما تتم وزالة الحشائش باليد وهو ما يهو التربة ويدعم النمو وكل ذلك دون استخدام البذور المهجنة أو الأسمدة الكيموية أو المبيدات يزيد نظام تكثيف الأرز من الغلة بنسبة خمسين إلى مائة بالمئة الآن يتم تداول هذه المعرفة بين المزارعين داخل البلاد بل إنها امتدت حتى إلى الخارج حيث توجد في الصين تجارب ميدانية كبيرة على طريقة مزارع مدغشقر أنا سعيدة جدا لأنني استفدت كثيرا مما تعلمته فلماذا لن نعلم ذلك أيضا للآخرين هنا لم يعد أحد ينتج الأرز بالطريقة التقليدية فالجميع باتوا يستخدمون الطريقة الجديدة لزراعة الأرز أصبح هذا النظام مرجعا للكثيرين فالبحثون في جامعة ريدنج البريطانية يقدرون عدد من يستخدمون تكثيف الأرز في العالم بحوالي خمسة ملايين مزارع